موسيقى موسيقى يا مسائل فل على حضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 اليوم نتيجة سلبية نتيجة زعل لفريق بيرامدز بيرامدز يخسر من مازينبي 2-0 ويودع بطولة الكونفيدرالية الأفريقية طرف مصري آخر يودع البطولات الأفريقية بعد نادي الزمالك في دورة أبطال أفريقيا بيرامدز النهاردة ما قدمش مباراة كبيرة تحديدا في الشوت الأول الشوت أول كان ضعيف جدا للبيرامدز كان فيه أخطاء سازجة جدا أخطاء دفاعية سازجة جدا ومن اللاعبين كبار ضربة جزاء ضائعة أيضا ليه مازينبي في الشوت الأول والشوت الأول كان ممكن يخلص 3-0 وكان ممكن يخلص أكتر من كده حاول بيرامدز نسبيا يتدارك الأوضاع في الشوت الثاني ولكن ما قدرش وفاز مازينبي اللي بيلعب دايما على ملعبه بشكل مرعب بيرامدز في رأيه فرط فيه ألفوز فيه مباراة الزهاب مباراة الزهاب هي اللي كانت ممكن تحسم كل الأمور مازينبي مش في أقوى حالاته ولكن اليوم قدم مستوى كبير قدام فريق بيرامدز اللي سمح ليه بهذا المستوى اللي سمح ليه بهذا المستوى بأداء دفاعي بأداء في حظر شديد بأداء أو بتشكيلة معظم من اللاعبين المدافعين أو لهم صفات دفاعية باستثناء عبدالله السعيد وباستثناء لقاي باقي التشكيلة كانت دفاعية كان حرص الكابتن إياب جلال اليوم زاد هتكلم في شكين مهمين أول شك أنه الناس تترصد للكابتن إياب جلال تنتظر من الكابتن إياب جلال ألي سلبيات بعض الناس مش كل الناس هيخسر يعني لما هيخسر هو ده بقى المدرب بتاع منتخب مصر طيب تصريحات الكابتن إياب جلال بعد المباراة هاي دي تصريحات مدرب منتخب مصر أنا بقول كده ليه أن النهار ده الكابتن إياب جلال بعد المباراة وبالمناسبة هو تصريحة غير موفق اللي هقوله ده بالمناسبة بس كان فيه مبالغات في انتقاده انه قال انه مع منتخم مصر مش هلعب على ملاعب زي دي ومش هلعب قدام حكام زي دول وده مش مظبوط انه احنا هنلعب برضو في القرار الافريقية منتخم مصر هلعب في القرار الافريقية مش هلعب خارج القرار الافريقية مش هلعب في اروبا مثلا وبالتالي هلعب مع نفس الحكام وهلعب على نفس الملاعب ربما اسوأ والظروف هتبقى متشابهة بشكل كبير جدا بس ترصد بالكابتن اقاب جلال ترصد غير مقبول بصراحة مدير فني كبير ومدير فني المنتخم مصر له كل الدعم وانجازات وامكانيات الكابتن اقاب جلال في المواسم المضاية في القرار المصرية هي انجازات واضحة للجميع خسر اليوم هذا ليس بمعنى ان اختياره لمنتخم مصر هو اختيار غير موفق لا اختيار موفق بما اننا تحدثنا عن مدير فني محلي او مدير فني وطني فالكابتن اقاب جلال كان اختيار مثالي بالنسبة لكاتجري المديرين الفنيين المحليين او الوطنيين كل التوفيق ليه وهتكلم على شك تاني ولكن ناخد الاول مدخلة من الكابتن وليد العطار مدير الاتحاد المصري لكرة القدم والمتحدث الرسمي يا فندم صباح الخير مشرف ومنور شطاع فل ازاي تساكريين حرك مشرفني ومنورني جدا وكل سنة وانت طيب وخير خليك انت بقى الفتاحة وسلامة انا هبدأ معاك من حيث انتهي دلوقتي في حديثك كابتن اهاب جلال كابتن اهاب جلال دائما يتعرض او من بعض الناس مش من كل الناس لانتقادات عنيفة وبعض الترصد لي وحتى في بعض الناس النهاردة خسارته النهاردة قالت انه ده دليل انه اختياره كان اختيار غير ناجح للاتحاد المصري لكرة القدم تقول ايه حضرتك في هذا الامر انا اولا بشكرك على دعمك لكابتن اهاب هو فعلا زي ما انت قلت كادر فني محترم جدا وكل الناس يعني اجمعت على قدراته الفنية وقدراته في ادارة المباريات فيعني مفيش مدارب في العالم بيكسب على طول كل المداربين تكسب وتخسر فيعني احنا محتاجين دعم او كابتن اهاب اذا محتاج دعم كل الفمينين والاعلامين في فترة القادمة لانه بيكون منتخب مصر صحيح مش حاجة مش حاجة مش حاجة كويسة ان احنا نكسر معديفه زي ما بنقول كده بالبلدي من قبل ما يبتدي حد مظبوط حرق يعني احنا احنا كتبحد كورة مجلس الادارة يدعم كل الدعم ونتمنى من الجميع الخبراء والاالمين دعموا الفترة القادمة ان شاء الله احنا عندنا مباراة من خبراء ممكن في خلال شهر ان شاء الله مع غنية صح واعتليها مباراة اسيوبيا فالمنتخب واجهزه بيبقى محتاج دعمة الفترة دي صحيح في مرة يتحدث الكابتن يهاب جلال انه عايز يكمل مع بيراميز او يستمر مع بيراميز مع منتخم مصر يقول لك يبقى مش هيكمل مع منتخم مصر. النهار ده خسر قال لك يبقى مش هيبدأ مع منتخم مصر يا كرر تاني مش يكمل. كلام ده رائع حضرتك فيه وكيد بتسمعه. والله اي حاجة يعني يعني فيه تكهونة كتير قوي على السوشال ميديا. يعني خلينا في في الكلام الرسمي دايما. مم. ومن خلالك يعني بقول كابتن يهاب تم الاتفاق معاه وان شاء الله اول ما يرجع بالسلامة هيتم التوثيق هذا الاتفاق ويبدأ مشواره. ان شاء الله فاضل زي ما بقول لك فاضل شهر. يعني على المباراة الاولى امام غينيا. فنتمنى له التوفيق ان شاء الله يا رب. ان شاء الله هيتقدم امتى كابتن وليد? هيتقدم. اه هيتقدم يعني مؤتمر تقديم من كابتن اب جالك كمدير فن المنتخم. والله هو بس يرجع بالسلامة ويحصل تواصل معاه ويبقى فيه قادة مع مجلس الادارة. مهم. وبعدها ان شاء الله هيبقى فيه مؤتمر التقديم بتاعه. اعتقد اعتقد المؤتمر ذا ممكن يبقى بعد العيد. ولسه ما اتحددش بس اعتقد ممكن يبقى بعد. طيب. سؤال اللي جاي لحضرتك يخص الدوري الممتاز. الدوري الممتاز آآ المفروض ينتهي امتى? رسميا خلاص هل تحدد هينتهي امتى? الموسم اللي جاي هينتهي امتى? هل فيه شكل جديد للموسم الجديد زي ما سمعنا النهاردة من الكابتن حازي امام هل حسم هذا الامر? ولكن ام لم يحسم هذا الامر? لا مفيش موضوع شكل جديد آآ وكمان الموضوع ينتهي امتى? يمكن الجزئية بتاعتم المسابقة كلها دلوقتي مع ربطة الانبية. فاعتقد اعتقد اقضى اقدر منهم هما يجاوبوا على السوءين ده. طيب. اللي جاي لحضرتك هو لا علاقة بالحكام الاجانب لطلابهم النادي الاهلي. كلام ان ما فيش حكام من الدوريات الخمسة الكبرى يبقوا متاحين في الفترة الحالية. هل تم الاتفاق مع النادي الاهلي على حكام بدائل من دوريات اخرى ولم يحسم هذا الامر? لا الموضوع ده لم يحسم. احنا فعلا بعتنا الخمس دول اللي هو النادي الاهلي كان طلب استقدام حكام منهم. آآ وكانت الوجود ان هما في الفترة دي ام في محاية البطولة عندهم كل دولة يعني محاية البطولة. وفي زنة في الوقت ان هما يبعثوا اطقل تحكمية. واخترنا النادي الاهلي. واحنا بس بنحسم القصة دي في الساعة القادمة ان شاء الله. طيب. هل في اي جديد في ما يخص الشكوى المقدمة من الاتحاد المصري قادمة بشعل مباراة السنغال? لا لسا فيش حاجة وصلتنا رسميا يعني. الكلام او الاشعاعات اللي لقيلت في الفترة الاخيرة عن اعادة المباراة. هل هذا الكلام ممكن لا يكون لها اي اساس من الصحة? تكاهنات سوشيال ميدي. تكاهنات سوشيال ميدي. بس. بس. طيب. من ده حكت حضرتك دي وده خلينا اسألك السؤال. هل اتحاد الكرة المصري عنده او توقعات او طموح ان المباراة عاد اصلا? ولا بيبقى عايز من العقوبات دي او من الشكوى دي. عقوبات يثبت بها حق في اللي حصل. مجرد عقوبات. احنا اه دايما مجلس دارة الاتحاد اه دايما في في الامور اللي بيبقى فيها حقوق. احنا لازم نجري ورا حقنا لحد اخر نقطة. اه حقنا ايه? احنا زي ما بيقولوا. المسال كده اطلب السما لازم تطلب اقصى حاجة. احنا بنطلب اعادة المباراة وكنا اه قدمنا كل الفيديوهات والصور والمستندات اللي دل على المشاكل لوجهة المنتكب. يمكن انتظار قرارهم ان شاء الله يعني يكون في صلاحنا ولو ما كانش اه في صلاحنا. برضو في خطوات تانية ان شاء الله اه مرتبين انها تستكمل يعني. طيب عظيم جدا. السؤال الاكيد ده هو سؤال فني شوية. سؤال فني واداري بالتأكيد يعني واكيد حضرتك او اتحاد الكرة المصري بشكل عام تحدثوا عن هذا الامر. كابت رهاب جلال من نوعية المدربين اللي كلنا عارفينهم من المدربين اللي يحفزوا اللاعبين. عنده طريقة لعبة خاصة. عنده شغل فني خاص ممكن يبقى مختلف شوية عن كثير من الفرق اللي ممكن ياخد منها لعيبة المنتخم مصر. هلا يبقى فيه فترات كافية لمعسكرات او مباراة ودية لكابتن اهاب جلال عشان يقدر يعمل شغله اللي احنا عارفينه عنه. انا مش هقدر اتكلم فني عنده جزء فني خاصص والله يا سيس كريم. اه. مش هنالك هتكلم فيه. اه. انشان مفتيش يعني. ولكن اه اعتقد بعد الجلسة بتاعة الكابتن اهاب مع مجلس الادارة هيبقى فيه برنامج اه هي هيحطه. وهيقلبه. والجزئية دي هو اقدر مننا بقى ان هو هيشفحها ويتكلم فيها بعد ان شاء الله ما يقدمه المجلس الادارة. كابتن وليد عطار المدير التنفيذ الاتحاد المصر قد قدم. انا بشكرك شكرا جزيلا لهذه المدخلة القائمة كالعادة. زي ما قلت لكم قبل كده شخص جدير بالحديث لوسائل العالمة. احترم جدا الشخص اللي يتحدث فقط يعني فيه اطار عمله لا يتجاوز لا يتخطى ما بيجوتش. فده المتحدث او ده اللي يقدر يتحدث باسم اي مؤسسة. انا بشكرك شكرا جزيلا لهذه المدخلة. لسا مكملين مع حضراتكم وبعد الفاصل نواصل ان شاء الله. يا اهلا بحضراتكم مرة اخرى. قبل مدخلة الكابتن وليل عطار المدير التنفيذ الاتحاد المصر قد قلت لكم هتكلم في شك ثاني فيما يخص خسارة اليوم خسارة برامدز اليوم وتحديدا الكابتن اهاب جلال. طيب فيه ملحوظة ملحوظة عايز اقولها لحضراتكم ونفكر فيها مع بعض. نهاردة الكابتن اهاب جلال المدير الفني الذي يمتاز باللعب الهجومي بدأ المباراة بحرص دفاعي مبالغ فيه قدام مزمي. النادي الاهلي قدام الرجاء وهو اقوى فريق في القارة الافريقية واكبر فريق في القارة الافريقية اشتغل بحرص دفاعي كبير قدام الرجاء المغربي. منتخب مصر في كل مبارياته في كأس الامر الافريقية وتصفات كأس العالم اشتغل بحرص دفاعي كبير. وقبل منتخب مصر والاهلي وبرامدز الزمالك في بطول الدورة ابطالة الافريقية كان بيدافع كتير. ما سألتش نفسك. هو ليه الناس كلها بتدافع? لكل اللي بيشتغل مع فرق مصرية او منتخبات مصرية بتدافع بيبقى عندهم حرص كبير جدا. افكركم كمان بالمنتخب الاليمبي في الاليمبيات. الدفاع الشديد قدام المنتخب الاسباني. الدفاع الشديد قدام المنتخب الارجنتيني. الدفاع الشديد قدام المنتخب البرازيلي. اه اسماء كبيرة ولكن برضو كان الدفاع مبالغ فيها. واضح انه في قلة ثقة عند المديرين الفنيين. وانا بكلمك دلوقتي ايه على مستوى الاندية ومستوى المنتخبات هم نتكلم على اكبر الاندية واكبر المنتخبات في عدم ثقة من اي مدير فني في اللاعب اللاعب اللي موجود في اهلي او زمالك او او بيرامدز او منتخب مصر اولمبي كبار شباب يبقى احنا عندنا مشكلة مشكلة في كواليتي اللاعبين انا عارف انه دايما الجملة دي بتهز كده وبتخد اه عندنا مشكلة اه انت بتبقى حاس ان اللاعب ده تنجم ويقدر يهاجم ويلعب ويسجل هاترك ده بيحصل في الدول المصري واحنا في وسط بعضينا لكن لما بنيجي نلعب افريقيا او دوليا بيبقى عندنا مشكلة في القدرات الفنية والبدنية والمهارية وده قلتوا كتير ساعة كاسي الامر افريقيا وساعة تصفيرات كاسي العالم وقالنا لازم نحل هذه المشاكل وقالنا لازم يبقى احتجاجاتنا اقوى لازم عندنا محترفين كتير في اوروبا عشان يبقى على مستوى المنتخبات كبير احنا كمديريين فنيين اللا عادين برا بيبقى قلقانين من اللاعبين انت بقى وتفرج تقولي ازاي انت عندك التشكيلة الرائعة دي من اللاعبين والمجمع المميز دي من اللاعبين ومش قادر تهاجم هو في حياة الامر بيقدر يهاجم ووفوسينا هنا في الدولة المصري بنلعب مع بعض لكن انا بيلعب على المستويات التانية المدير الفني اللا عاد برا بيبقى فاهم وعارف او المتصور انه اللي قدامه اقوى انه اللاعبين اللي قدامه اقوى بس دي ملحوظة يعني ملحوظة عابرة كده شوف برامد شوف الزمالك شوف الاهلي شوف منتخب مصر لعبه ازاي في معظم المطشاط الافريقية او المطشاط الدولية وتعالى بقى ايه نحسبها مع بعض حزبة كده وفي الحلقات اللي جاء ان شاء الله بعد شهر رمضان نفتح كده ملف لطيف نتكلم ازاي فعليا حرفيا عمليا نعمل تطوير لشكل اللعب المصري وامكانيات اللعب المصري احنا زي ما قطركم قبل كده امكانيات اللعب المصري كبير او صغير لعب مهم او مش مهم تقاس فقط بسعره يعني لو سعره 20-30 مليون جنيه مصري او اكتر ده كده بقى لعيب كبير لو سجل 3-4-5 اهدف الدولي بقى لعيب كبير دي الحزبة بتاعتنا طيب الآن في هذه اللحظة الزمالك يفوز على النادي الاهلي 3-1 ويتوج بكأس مصر للكرة الطائرة الزمالك كسب الاهلي في مجموع المباريات 2-1 في بيست اوف سري اول مباراة كسب الزمالك فيها 3-0 وتاني مباراة الاهلي كسب 3-2 واخر مباراة اللي كانت منذ لحظات انتهت كسب فيها الزمالك 3-1 الآن يفوز نادي الزمالك بالدوري ويفوز ايضا بكأس مصر للكرة الطائرة ثنائية على حساب النادي الاهلي كرة الطائرة في نادي الزمالك اعتقل من سنين ما بتعيش هذه الفترة الرائعة جدا مليون مبروك لنادي الزمالك فوز عن استحقاق انا شفت جزء كبير من المباراة الزمالك كان افضل الزمالك كان اكثر ثباتا على مستوى الاشواط كلها وقدر يفوز في النهاية بمجموع المباريات مباراتين لمباراة بالنسبة للنادي الاهلي الف مليون مبروك لنادي الزمالك دوري وكأس الطائرة اليوم ليفربول كان عنده مواجهة في منتهى الصعوبة دربي مواجهة قدام ايفرتون ليفربول قدر يكسب فيها 2-0 مباراة كانت صعبة جدا محمد صراح عمل فيها السيست عمل مباراة محترمة وريجي اللي قدام حالكو ده كان صاحب الهدف الثاني وروبيرسون كان صاحب الهدف الأول مباراة في منتهى الصعوبة كانت ليفربول الفوز تأخر كثيرا وآيفرتون كان ممكن يخطف المباراة في أي لحظة المنافسة مستمرة بين الليفر ومنشستر سيتي بفارق نقطة واحدة لفريق السيتي والمباراة المتبقية أصبحت قليلة جدا ولسه ليفربول عنده مواجهة في منتهى الصعوبة في المباراة المتبقية أمام فريق توتنهام بقيادة أنتونيو كونتي طيب أهم مباراة اليوم الأسنين في الدوري المصري الممتاز الجولة 16 غازل محلة هيواجه فرقه الساعة 9.5 موح هيواجه مصر مقصة في نفس التوقيت وفي نفس التوقيت أيضا فيوتشر هيواجه الجونا دي مباراة الدوري المصري اليوم أو يعني خلص بعد ساعات في الدوري الإنجليزي الجولة 34 كريستر بلس هيواجه لتزي يونايتس الساعة 9 وفي الدوري الإيطالي الجولة 34 سهوله هيواجه وفندس الساعة 9 إلا ربع دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة من رقم 10 رب تكونوا استمتعتوا معنا واشوفكم يا رب على قضي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة